بارد عبدالنفاصل أعزائي المشاهدين ومعينا فاكرة المطبخ معينا الشيف شايماء الجمل أهلا بيكي أهلا وسهلا هتعمل لنا إيه النهاردة؟ النهاردة هنعمل حاجة سهلة وبسيطة لكل ست بيت تحب إن هي تعمل حاجة كويسة لأولادها وبتطلب دايما برا بس هي بتبقى ناقصها التكة ليه 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 أنا ما بعملهاش زي برا تمام خلاص إحنا النهاردة هنعمل هو سر الطبخة سر الطبخة هنعمل النهاردة الكربات بمختلف أنواعها وهنعمل كمان الحواوشي طب خطر يعدين تمام إحنا عندنا هنعمل النهاردة الحواوشي عايزين نص كيلو لحمة مفرومة بس ياريت تكون فيها دهنة تكون فيها دهنة شوية كتير لأن الحواوشي بيحب إن هو المادة الدهنية فيه عشان تطر العيش أول حاجة محتاجين بصل مبشور محتاجين فلفل أخضر مبشور محتاجين توابل ملح وفلفل وجوزة الطيب وببتدي أعجل الأول الملح مع حضرك فرمها في خلط أو في الكابة لأ أنا دي مفرومة بشتريها من عند الجزارة على طول مفرومة هي مجرد ما بتفرميها بتبقى كده خلاص ببتدي بقى بعد أنا خلاص أهو عملت الملح والفلفل وجوزة الطيب وبهارات اللحمة عليها ببتدي أنزل البصل ونزل فلفل أخضر مبشور الخلطة دي بتدي طعم حلو جدا وريحة حلوة قوي في الحواوشي كمان فيه طالع الوقتي بيعملوا حواوشي بيتزا يعني إيه يعني هما بيحطوا علي جبنة مدزاريلا وقطع جوه جوه الرغيف أنا هعمل هالك الوقت هعمل هالك الوقت يبقى إحنا عندنا نوعين الحواوشي التقليدي والحواوشي البيتزا ولا أسهل من كده نوع جميلة طبعا خلاص إحنا الوقتي معنا خالد هلو بقى جاهز هلو قصد خالد طب خالد راح حضرك بتحطي بقى اللحمة نية في البيتز أهم حاجة الرغيفة عندي يبقى طخين شوية العيش مش رؤية في اليس بطول بينشف في الفرن أو بينشف لا العيش لو هو زي ما انتشافت كده الطبقة بتاعته الطخينة مش رفيعة زي العيش العادي عمره ما ينشف فاحنا الوقتي هناخد جزء وهنكوره طبعا النص كيلو يعملك عشر وبتفرديه جوه ها بيعملك عشر سندة وتشات عشر نفس الحجم اه وممكن أكتر كمان لانتشاف هنالرغيف وده المفوض يستوي فين في الفرن ممكن يستوي في الفرن أنا الوقتي هسوي لست البيت اللي ما عندهاش فرن طب نحطه بقى على طول احنا لأ احنا هنعمل الأول وبعدين نبتدي نحط عشان ما ننساش نقوم محروقة طبعا فست البيت اللي ما عندهاش فرن أو فيه اي مشكلة عندها في الفرن لا انا ممكن اسويه لك في الطاصة عادي جدا وهيطلع زي ما يكون انت حطه في الفرن نحطي طو نبتدي بقى نبتدي بقى نبتدي بقى نبتدي بقى خلاص كده الحوش جاهز هبتدي عامل ايه بقى حط حاجة على وشه كده ايه هبتدي ادهنه زيت من بره ومن جوه من وشه ومن الده عشان ايه يتحمر هاتش كده وبيه استني لها ايه خلاص ايه هادهن التاصة الاول خلاص هاسيبها دقيقة وهاخد الحوشي ها فيه ناس بيهن وصامنة او زيت ايه اي مادة دهنية اي مادة دهنية لانه هي اصلا اللحمة فيها المادة الدهنية فما تحاوليش ان انت تكتري في المادة الدهنية عشان بيبقى اه بيبقى مش صحي وفي نفس الوقت مش هيبقى مستساخ في البقى اهو بالراحة خالص بهدي النار نحط واحد واحد لو هي التاصة كبيرة انا بحط اتنين وبيستوي فعلا من جوه وبيستوي هوريه لكلوقتي كله هيطلع حالا كده احنا عملنا الحووشي العادي اجيب بقى الحووشي البيتزا الحووشي البيتزا ايوه معايا جبنة موزارلة خلاص بابتدي احطها جوه اللحمة احيه خلاص كده بابتدي ااخد الفلفل والطماطم واحطه بس مش كتير كله جوه بس وبيخش برده بنفس الطريقة هنكمل والرومي والرومي بتحطها معا ولا الرومي لا الرومي دي هتتعامل مع سندوشات الكرب على الوقتي هنخلص عشان نبتدي نعمل سندوشات الكرب ولا اسهل من كده طب الكرب بيتعامل في البيت ازاي بقى انا هاي دعم الكرب بقى من الاول من الاول خالص ايه بتجيب كوباية دي كوباية لبن كوباية مية وبيضة بتضربهم كلهم مع بعض وبيسابوا ساعتين اقل حاجة في التلاج وممكن لو هي هتشتغل بيه تاني يوم خلاص بتسيبه وتاني يوم تبتدي تحطه في طاسة كبيرة زي دي كده وتعمل الكرب وبعد كده بقى هي عايزة تعمل كمية كبيرة وتخزنها مفيش مشكلة الكرب ممكن تخزن تفرزه في الفريزر عادي جدا ده اكل جميل الصراحة تسلم يلا وسريع اهم عاجة انه سريع اه وسريع فعلا لو اتحمر زيادة على لازم ينشف ولا طول بنتي بغطيها مش بينشف طول ما انا بغطيها مش هينشف هو هو بيتحمر بياخد وقته كنا بنتكلم عن الخوف والحزن فانا قلت طبعا انا ما كملتش الفكرة الاول عشان الوقت فشف بتعمل حاجات بتاعتها بسرعة هنتكلم لازم تتعلق بربنا سبحانه وتعالى هو اهم حاجة تتعلق بالله هو ده اللي هيشير الخوف والحزن ان انت خريفة الله على الارض وقلنا الكلام ده قبل كده ما ينفعش خريفة الله على الارض يخاف اساسا هتخاف من ايه حتى الموت متخافش منه ولا اي حاجة في الدنيا تخاف منها لو انت وعيت وعرفت ان انت في اختبار لو انت فهمت وعندك الوعي العالي ان انت في اختبار هتفهم لكن لو انت مشيت بقى بوعيك انت خلاص هتخاف وهتقشتان سيطر عليك والافكار السلبية سيطرت عليك فده طبعا هيأثر عليك سلبا الو الو السلام عليكم السازة احمد عليكم السلام تفضل السوت مستمع السوت الو طريقة عمل مكرونة ايوه فاند ايوه بتقول ايه طريقة عمل مكرونة بالبشاملة طيب شيف شايماء هتقول لك طريقة عمل مكرونة بالبشاملة طريقة عمل مكرونة بالبشاملة حضرتك هتجيب اه مئة جرام ده لو مثلا لو انت هتعمل اه لمسلا لخمس افراد هتجيب مئة جرام زبدة او سامنة بسها بيفضل الزبدة كطعمة احسن بتحط ثلاث معالي دقيق على الزبدة وبتقلبهم لحد ما يتماسك وبعد كده بتنزل باللبن بلتر لبن واحدة واحدة عليه وانجي بتتكلمي اعملي الكريب اخير الوقت خلاص كده اه احنا كده واحدة واحدة بتعمله اه واش الكريب ده جميل ده بيقى جاهز تمام ايوه انا عملته جاهز عشان وقت الحلقة انما هو المفروض بيتعمل في البيت ايوه هذه انما هو الوقت والкоكف اتنضي نقوم بغزق بغزق بقصة انا نضيفة توقيت الوقت جاهزة والاشفة انا نضيفها نضيفة توقيت كلنا حسنا وشفة ومصدنا من اطلقة توقيت وضيفة هنضيفة ومصدنا من اجد التعضاء ونتهم عشان الوقت بس نعمل الكريب نخلص اي حاجة في الكريب بس احنا كده خلاص نعرفنا لغيف الحوامشي بتعامل ازاي الكريب بقى سريعا الكريب الكريب سهل جدا انا بعد ما عملت العيش بجيب العيش بتنيه نصين خلاص وبحطه جوه الطاصة نشفة ليه عشان يدي القرمشة اللي انا باخدها وبجيب مثلا بنيه بحط البنية ممكن بقى حط معا خضر فيه طبعا بيطلب بقى فيه اللي بيحب معا خضر مثلا فلفل او طماطم ممكن احط معا كمان جبن رومي او مدزرلة زي ما انا عايزة زي ما انا عايزة بحط فيه وطبعا خلي بالك انت لما بتعمليك في البيت ما بيتكلفش بنفس سعر اللي بره لا انت ممكن بتشتريه من بره بخمسين بستين جنيه السندويتش لا انت هنا انت ممكن تعمليه طبعا بتعمليه اربع سندويتشات بنوفر اقتصاديا طبعا طبعا وبعدين انضف انت عارفة انت حطة ايه وعارفة بتعملي ايه طبعا برنامج امرأة من كوكب اخر بيعلن عن مسابقة المواهب دي هتبدأ خلال اسبوعين كده ان شاء الله التواصل للاشتراك في مسابقة المواهب التواصل على الرقم 012 736229 012 736229 اي حد عنده موهبة غناء عنده اي موهبة حتى الاسم فيه اللي هو العرايس اللي بتتحرك اي موهبة الشعر يتواصل معينا على هذا الرقم بحط كاتشاب من الكاتشاب ده احنا بنحطه بعد من حاجة تستوي لا لا بنحطه برضو جوه الحاجة عادي وهنايا تمام بدي طعم مش عادي عادي مش مشكل اهم حاجة الاتنين طلعوا في الاول وخلاص ايوا خلاص بابتدي اتني نقفل الكريب بس ايوا هنقفل الكريب وكل حاجة هتتحلي بعد اه لا ما احنا عندي لاتنين تانية هنقفل الكريب ايوا اتمعنا ثلاث دقايق خلاص ادي الكريب اهو طبعا زي ما نشايفه قرمش اهو اهو تماما خلاص بسيبوا دقيقة واحدة بس سهل طبعا سهل طبعا سهل عشان مدرسة كامل برضو سهل جدا ممكن تعملوا الصبح اه تبقى مجحزة الكريب وتعملوا الصبح اه للولاد وهم مشين اه ما بياخدش عشر دقايق ونادي مدرسة اي حاجة حاجات سهلة هنا البرنامج بتاعي ما بيعملش للحاجات السهلة ليه بقى عشان الوقت مشكلتي في الوقت كنت نفسي عمل لكم حمر ومشمر وحاجات تقيلة بس مش عارف انا الفترة الجاية هنعمل اسماك في شيء في اسماك هيجي معانا فهنعمل اسماك الفترة الجاية بس اسماك عايزة وقت يا جماعة ما هي اسماك عايزة وقت احنا اختيارنا كان اسماك الاول لكن لا خلاص بقى شديد لا ما هشيله خلاص ها ده بشيله طيب ماشي اوكي غالبا هاخد ثلاث ساعات الفترة الجاية انا عايزة هدي النار طب نطلع الكريب بقى نطلع الكريب عشان يبان على التقديم عشان هنختم كده جميل جميل ياريت بقى طلعي برا كده عشان يبان في الكاميرا وبالهنة والشفة طب بالهنة والشفة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر ترجمة نانسي قنقر